ولأن المسيح صار إنسان أمكن المسيح أن يموت ولأن يسوع هو الله فإن موته له قيمة أبدية قيمة عظيمة قيمة غير محدودة بموته أي بموت يسوع المسيح دفع الثمن الكامل لخطيانا وليس فقط لخطيانا بل لخطايا كل العالم يحن الأولى إصحاح 2 والآية 2 حمل عنا العقاب اللي أنا وإنتي منستحقه ومن خلال قيامة يسوع المسيح من بين الأموات موته كان الذبيحة الكاملة والكافية عن خطيانا وفي نفس الوقت إنه الوحيد الذي يستطيع أن يرضي الله ويوفي المطالب والعدالة الإلهية وفي نفس الوقت لم يفقد المحبة فهو محبة وهو عادل وهنا التوازن في الصفات الإلهية فإذا أحبائي هذا هو الخلاص اللي إحنا بنتكلم عنه الخلاص اللي بنتكلم عنه هو الخلاص يعني من الخطيئة هو التحرر من سلطة الخطيئة والخلاص من عقوبتها ومن شدتها ومن مراوغتها ومن قسوتها فالخطيئة أحبائي خاطئة جدا فالكتاب المقدس يصف الإنسان أنه ميت بالخطايا والذنوب أنه في الظلمة وأننا في حالة الهلاك والضياع وأننا نستحق الجميع الجحيم فإذا استحال أي نبي أو أي إنسان يكون كامل حتى يقوم بخلاص البشرية عاش بيننا وضحى بنفسه طواعية واختيارا من أجلنا وسلم نفسه لموت الصليب ولأن إنسان أحبائي مات على الصليب حتى يتعاطف مع الإنسان ودفع الثمن الكامل لخطيئنا هذا العقاب مثل ما ذكرت أنا وإنت من استحقه ولأن المسيح قام وأرض الله فخلاص صار أنه مجرد في نظرة التفتوا إلي وخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأن أنا الله وليس آخر وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية موسيقى